تم بحث سبل التعاون العلمي بين مصر واليابان وذلك خلال اللقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار والسفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي والوفد المرافق له حيث أكد عبدالغفار حرص مصر على توطيد علاقات التعاون العلمي مع اليابان والاستفادة من التجربة اليابانية لنقل الخبرات اليابانية في كافة المجالات وأشهد بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين البلدين من جانبه أشار السفير الياباني إلى التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وبرامج المنح الدراسية في اليابان في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم